أنتم كذلك يمكنكم الانضمام كل ما عليك أن تسجل في برينيس لتنضم معنا سارع فالعدد محدود أكزيلاري بيربز العفعال المساعدة Do, Have and Be Use Do with Negative Statements and Questions نستعمل الدو مع الإثبات والنفي والأسئلة كذلك And Answers She doesn't like social networking websites استعملنا doesn't والسبب أن الفاعلة شي فهو غائب مفرد وكذلك نستعملها إذا كان الفاعلة he و it أو أي اسم ينوب عنهم Do you send lots of text messages? Yes, I do No, I don't استعملنا الفعل المساعد do والسبب أن الفاعلة you وأتينا بالفعل في المصدر send في الإجابة I do I don't Did Thomas answer your email? في الماضي نستعمل did وفي هذه الحالة يسلم الفعل أنصر من الماضي Yes, he did No, he didn't Use Have with Present Perfect and Past Perfect للتام نستعمل have She has created her own website استعملنا has والسبب أن الفاعلة غائب مفرد She كذلك نستعمله مع he و it وإذا كان الأسماء كذلك ونأتي بعد ذلك بالفعل مضافا له ed إذا كان يقبلها أو التصريف الثالث She has not created her own website وهذه طريقة النفي has ثم نضيف not وإذا كان الفاعل غير غائب مفرد نأتي به have ثم not Has she posted any photos yet? الآن استعملنا has كذلك في السؤال وقدمنا على she ثم أتينا بالفعل في التصريف الثالث أو يقبل ed في هذه الحالة ولدينا أيضا دليل على التمام وهي كلمة yet Yes she has No she hasn't Have you changed your cell phone? استعملنا have بسبب أن الفاعل المسؤول عن you ثم أتينا بالفعل مضافا له ed Yes I have No I haven't I had gotten his email an hour before he called me هنا لدينا سياق ماضي وفي الزمن التام الماضي نستعمل had ثم نضيف للفعل ed إذا كان يقبلها أو التصريف الثالث وهنا التصريف الثالث من get وهي gotten والدليل على أن هذا سياق ماضي كلمة before وما بعدها يكون ماض بسيط Use be with progressive, affirmative and negative questions and answers be إذا كانت في الزمن المستمر نستعمل الأشكال المضارعة منها am, is, are على حسب الفاعل She is answering her cell phone استعملنا is لأن الفاعلة she وأيضا إذا كان الفاعلة he و it أو أي اسم ينوب عنهم ثم نأتي بالفعل مضاف له ing بنية الاستمرار وإذا أردنا أن في نأتي ب is ثم not ثم الفاعلة مضاف له ing She is not answering her cell phone Is your cell phone working? الآن سألنا عن cell phone بإذ وأضفنا للفعل ing لنسأل عن فعل مستمر في المضارع Yes, it is No, it isn't He was using his brother's cell phone yesterday وإذا كان الزمن ماض مستمر نستعمل was للمفرد و where للجمع والدليل كلمة yesterday Were you surfing the internet last night? الآن استعملنا where لأن الفاعلة you وأضفنا للفعل ing surfing والدليل في الماضي last night Yes, I was No, I wasn't الإجابة استبحت be was والسبب أن الفاعلة مفرد I Use be with passive affirmative and negative statements, questions and answers نستعمل B في المبني للمجهول وعلى حسب زمنه نستعمل الأشكال المضارعة am, is, are أو was, where ونضيف للفعل بعد ذلك ED إذا كان يقبلها أو التصريف الثالث The internet is used by millions of people الإنترنت نستعمل في المضارع معها is فهي غائب مفرد ثم نأتي بالتصريف الثالث وهنا يقبل ED use تصبح used ودليل أن هذا مبني للمجهول كلمة by بواسطة فالفاعل الأصلي millions of people وإذا أردنا النفي نضيف not بعد is The internet is not used by millions of people Were you given a password؟ هل أعطيت باسورد؟ هذا أيضا مبني للمجهول هناك من أعطاه باسورد الآن استعملنا الشكل الماضي لأن السياق دول على ماضي أيضا استعملنا where عواضا عن was والسبب أن الفاعل you غالبا نعامله معاملة الجمع ثم نأتي بالفعل في التصريف الثالث فهو لا يقبل ED give given Yes I was, no I wasn't أنتم كذلك يمكنكم الانضمام كل ما عليك أن تسجل في برينيس لتنضم معنا سارع فالعدد محدود